موسيقى وكان لدينا نقاط لاختيار اللقاح ليكون ناجح ويكون ما عنده حتى أضرار وما عنده حتى خطر إذاً لهذا وبعد هذا التلقيط وبعد هذا التصليف كان فيه انكلاس مونت للجزائر خصصهم بش يدخلوا الجزائر إذاً لهذا خرج اللقاح الروسي في المرتبة الأولى سبوتنيك فيكتوري في الأصماء الأولى ومن بعد خرج في الثانية السينية وفي المرتبة الثالثة خرج أوكسفورد أسترازينيكا وهو اللقاح سويدي إنجليزي وباش نزيدون تمنوا وباش نزيدون نغاسي غلابوب هذه اللقاحات هما اللقاحات كلاسيكيين معمول بهم في الإنسانية منذ سنوات وحتى في الجزائر لحدنا اللقاح هذا جاء ماشي باش ينحي المرض ولي يقتل الفيروس هو جاء باش ينقص العدوات على الفيروس وباش ينقص المرضى المزمنين المرضى اللي عندهم سن كبير هما رح يكونوا الأولوية للتلقيح لأنه هما اللي متعرضين على حالة الخاطرات على الكوفيد هما اللي ينجموا يروحوا للوافات تانيين كان من مهنيين الصحة اللي رام في الصف الأول هذا الجلش الأبيض اللي رام يكافح منذ البداية هو تاني معرض للعدوى إذن يكون مع الناس اللي راح تتلقاح مع الأولويين وبعد ذلك يجو كل السلاك الأم اللي رام يحموا البلاد ولازم هما تاني نحميهم من الكوفيد ديسنع إذن ننجمون نقولوا باللي رانا في المرحلة الأخيرة في هاد الوبرازيون ديغان دانور تاعة اقتناء اللقاح وبداية في أقرب وقت تاعة الحملة التلقيحية وإن شاء الله ننفهموا باللي كل شي مؤمن كل الوبرازيون السيكوريزة وماكسيموم وإن شاء الله هذا هو الحل واحد باش نعود نولي والحياة العادية